السلام عليكم اخواني اخواتي مرحبا بكم في قناة شهوات امولا كنت منى على دلالفيديو تلقاكم في اتمصحة والعافية ان شاء الله وكنت منى لأول مرة كيزور القناة ديالي ما يبخلش عليها بالاشتراك وتخليوا لي كومنتين للفيديو تديروا لي لايك كتشجيع وكتحفيز باشها كنزيد نعطيك اكتر ما عندي ان شاء الله الوصفة ديالنا ديالي ومالي هما واحدة الرغفات او المسمن بواحد الطريقة جديدة وبواحد الحشوة اللي هي لديدة لديدة جدا يعني سهلة واقتصادية ومتناول جميع سنبدأوا بالمقادر وطريقة تحضير كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنا يا خمسمائة جرام ديال الدقيق يعني سكيلو جوج كيسان ديال فينو سميد الناعم جوج معلق كبار ديال زبدة مذوبة واحد البيضة كاملة والميرح تقريبا يعني على حسب الضوء واحدة يعني رسم علقة ديال خميرة الخبز يعني رسم علقة ما تزيدوش عليها ومن طبيعة الحال المدافي باش غادي نعجن يعني العجينة ديالي المدافي يكون شي شوية غادي ناخد يعني صحفة ديالي او القصعة وغادي ندير فيها ذاك خمسمائة جرام ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس مسكيلو غادي نزيد عليها جوج كيسان ديال الفينو اللي هو السميد الناعم وغادي نخلط يعني المكونات ديالي كلهم باش هكذاك الفينو والطحين يجنسوا ليه فيما بعد ومن بعد غادي نزيد الملح دائما كيبقى على حسب الضوء والخميرة كيف مجد لكم رسم علقة ديال الخميرة ما تزيدوش عليها يعني رسم علقة فقط غادي نخلط المكونات ديالي كلهم وغادي نزيد البيضاء يعني بيضاء تكون كاملة غادي نخلط شي شوية ومن بعد غادي نزيد جوج معالق كبار يكونوا دايبين ديال الزبدة لان هات زبدة هدي هي اللي غادي تعطي لنا لمسي منات ديالنا او الرغيفة ديالنا واحد القرمشة اللي هي رائعة هنا غادي نخد يعني المال كافي باش غادي نعجل العجينة ديالي حاولوا ما امكان يعني العجينة ديالكم من الاول يعني ما تربيوهاش قاصحة وما تكونش جارية باش هكذا تسهل عليكم إلا كانت جارية غادي تزيدوا وعليها الضحين من بعد ما غاديتش تزدق لكم الوصفة ولا ربي تواقص حي يعني غا تعدبكم شوية هنا يدلكتها مزيان يعني عطيتها البونية مزيان مزيان باش هكذا تزدلك لي الرغيفة ديالكم ايجي لكم القرمشين من بعد ما دلكت يعني العجينة ديالي وعجنتها مزيان كنناخد شي شوية زيت وكندهنهم وغادي نغطيها بالبا في السلوفان وغادي نخليها ترتاح شوية تقريبا غادي نخليها واحد ربوع ساعة هكا بما ترتاح لياه من هنا خليت العجينة ديالي ترتاح لياه هندوزن بنحضر الحوش وعندي هنا يجوج بصلات امشلدين واحد ثلاثة ديال جزارة تحكاهم وثلاثة ديال البيضات الى ربعة ديال البيضات تلقتهم ونقيتهم وحكيتهم حتى هما عندي هنا يزيتون زيتون كمية على حسب الرغبة وعندي هنا واحد طونة ديال ماطيشة ديال سوس طماط يعني حارة انتم اينا مبغيتوش تديروا الطون ديال ماطيشة يمكن لكم تديروا ديال الزيت والقليل من الحار الهريسة عندي ملعقة صغيرة آخر اختياري اللي كيبغي الحار يدي الحار جوج مع الكبار من ديال معت نوس واحد نصف ملعقة صغيرة ديال ثوم بودرة ليس عندوش هم بودره يمكال لييرا جوج فصوص ديال ثوم يحكم واحد نسب ملعقة صغيرة ديال الزعترب هنا هنيغدوز من يشحر للحشوات ديال 이 دوق جوج بصلات من بعد همقتا عت عتهم اللي عندكم بصلات كبيرة يمكن لكم تديرو بصلا كبيرة أو البصل كبيرة مادرتوها رهن زيانة مزيانة سنضيف القليل من زيت زيت المائدة او زيت الزيتون او يمكن لكم تخلطوهم بجوش سنخلط البصيلة ديالي من بعد ما نشوف البصيلة طابت لها وبدأت تكدوب لها يعني وكي تبدلها اللون سنزيد دك ثلاثة ديال الخزوات اللي هو الجزر سنخلط المكونات ديالي وغادي نبقى نضيف يعني دك نصف ملعقة صغيرة ديال التوم بودرة والملح على حسب الضوق اللي ما عندوش التوم بودرة يمكنه يدير جوش فصوص ديال التوم يحكم هنيا الملح دائما كيبقى على حسب الضوق وغادي نزيد يعني ربع ملعقة صغيرة ديالي يبزر هاد الحشورة ما كان ديروش فيها العطرية بززاف هادي هي العطرية غادي نكتافي بالتوم بودرة والملحة واليبزر فقط هنيا غادي نزيد ملعقة صغيرة ديال الهريصة اللي ما عندوش الهريصة يمكنه دير سودانية وليما كيبغيش الحار يمكنه يستغنى عليه ولكن هاد المسيمنات يعني هاد الحشوة اللي درتوا فيها شي شوية هاد الحار داك الحار كيبننها كيعتاه واحد البناء اللي هي رائعة هنيا الزيتون كيبقى على حسب الرغبة انا راني غسلته مزيان وعاود قطعته دكت قطعات صغيرة ومن طبيعة الحال هنيا غادي نزيد يعني نحضر داك البيض مسلوق عاد غادي نزيده على الحشوة اللي هنيا عندي كيما اكتلكم ثلاثة البيضات الى اربعة البيضات مسلوقين وحكاهم عندي واحد العلبة ديال الطون ديال مطيشة اللي مبغاش يدير العلبة ديال الطون ديال مطيشة يمكنه يدير ديال زيت ولكن هاد ديال مطيشة كيزيد يعني نبدلو شي شوية ونبدلو المضاق كيعتلينا واحد المضاق اللي هو زوين نصف ملعقة صغيرة ديال زاتا من بعد ما احكيتو بالكف ديال ديال جوج مع الكبارين ديال مع دنوس لي هو البقتونيس وغادي نخلط المكونات ديال كلهم باش هكا كي يجنسوا لي فيما بعد غادي نهز داك الحشوة اللي خلطت وغادي نزيدها على داك البصيلة وخيزه اللي هو الجزر وزيته اللي شحرته من قبل هنيا اللي راني طافي على العافية صافي تشحرت لي البصيلة ديالي وخلطت داك الحشوة التانية وزدها للحشوة اللولة غادي نخليها تبرد ليا وهنايا غادي ندوز يعني نقرص المسيم منات ديالي او الرغيفات تبارك الله هاد العجين راه كي يجيز بين والحشوة كي تجيبنينا كنتمنى انا كنت جربوها هنا يشوفوا العجين تبارك الله كيفاش داير راه نيد الكتو كما قلت لكم حطيتو يعني البونيات مزيان مزيان لي عندو العجانة راه كي يعجن بالعجانة اللي ما عندوش رام طابعة الحال غادي يعجن غير بيدو هنا كنناخد واحد شي شوية ديال زيت المائدة وكم قندهني ديالي وكنشكل كوارات على هاد الشكل والكوارات كتبقى دائما على حسب الرغبة كي يديرهم صغرين كي يديرهم كبارين وكي يديرهم توسطين الحشوة ديالي خليتها تحتها بردات وهنايا غادي ندوزون وجدو رغيفات ديالنا او نسمن كان ناخد شي شوية زيت وكندهن سطح العمل وكنبدأت دائما بالكوارات اللي بديت بهالولا لانها كتساعد لكم في طريق ديالها كتكون ترخفات لنا وارتحت لنا مزيان هنايا كنحاول انني يعني نطلق دك دك الكوارات ديالنا مزيان على هاد الشكل هذا ومن بعد كناخذ لقياس ديال الحوشوه انا goat رغيفات صراحة او ما سيمنات رانية ما درتش فيهم اللحوشه يعني بزاف درت فيهم قياس ديال الحوشوه ديالي وcksندسو ما رقيت عالى خواهن طويل الجهة اليمناء مع الجهة اليسرى مع الجهة اليسرى وكنكنا لانا ق wavelつحيات الغselling والضرف كاريه البرnight كنشكله كامل الان بهال الزرف يعني بشكل في حال السوى البرع وهنايا كنكمل لرغيفات ديالي كان منن علاها في شكل هادا كي مع كتوفو ره سهلين ماهلي ن Building Di ديال فطور ديال رمضان ديالكم هنا يا من بعد مسالية الكوارات ديالي كاملين خذيت واحد البيضة يعني كاملة ولا جوج اصفاد البيض ويمكن لكم اه ديروا فيهم نقاط نقاطرات من الحليب او الخل انا هنا يدرت قاطرات من الصوجة وغادي نحاول ما امكن انا ندهنهم من الجوانب ومن الوسط باش هكا كي يجيوا محمرين مزيان ماشي كتدهنوا غير الوسط والجوانب يعني مكتدهنهم ش هكا كي يجيوا ليكون باهتين شي شوية هنا الفرن كان عندي سخون وطيبتهم طبيعة الحال ضروري انا كم تردوا بالي انا صوجة والبيض ره دغية كي يطيبوا وهذا هو الشكل نهائي من بعد ما خرجتهم الفرن راهم كي يجيوا بنانين وكي يجيوا لدادين بزاف بزاف كانت مننا انكم جربوهم ويعني حشوة مغايرة يمكن لنا نبدلوا شوية ذاك لدي ما كان ديروا الكفتة ولا ديالة داندو ديال ديال كرومي ولا ديال جاج ولا هذا نبدلوا يعني ديال ديال روتون ديال ما طيشكي عطاهم واحد البنة لهي جديدة وبنة رائعة مع ذاك البيض مسلوق صارحة كي يجيوا بنانين كانت مننا ان الوصفة ديال يوم تكون عجباتكم هنا لتصريده ديالكم وكانت مننا انكم متبخلوش عليا في الاشتراك يلا شفتوا القناة ديالي يعني فيها محتوى زمين متبخلوش عليا بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله هذا هو الشكل نهائي ديال رغيفات ديالنا شوفو كيم قرمشين من بعد ما خرجتهم راني درتم فوقهم شوية ديال فرماج المبشور الحمر وزوقتهم شوية ديال زبيتنات المعدنوس ماطيشة والدين كيبقى اختياري دمتم في رئاية الله والى فيديو اخر ووصفة اخرى ان شاء الله